إذا طلق الرجل ورأته طلاقا رجيا وأخذت تعتد وبعدما أندت شهرا واحدا من عدتها أي حادت حادة واحدة ثم توفي زيدها في هذه الأثناء السؤال ما الذي يزم هذه المرأة هل تبقى بتكمل عدة الطلاق أم أنها تترك عدة الطلاق وتبدأ بعدة الوفاة أم تحسب الشهر بأندته من عدة الطلاق من عدة الوفاة وتكمل ثلاثة أشهر وعشر أيام فقط أم أنه لا يزمها أم تكمل لا هذه والأطلق بعد وفاة زيدها المنكور لذلكم الله خير هذه المسألة تعرض لها أهل العز هنا يوجد في كتب الفق الزوجة بعدامت في العدة رجعية ومطلقة طلاقا رجعيا بعدامت في العدة فهي زوجة فإذا توفي زوجها لأثناء عدتها من الطلاق الرجعي فإنها تعتبر كتبا عنها تارث منه وأيضا ألزمها عدة الوفاة فتبدأ عدة الوفاة من وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام تدخل فيها بقية عدة الطلاق تدخل فيها بقية عدة الطلاق لأن هنا عدة تالي لشخص واحد هي تداخلات فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام وتخرج لذلك من العدة إذن الشهر الذي قد اعتدته قبل وفاة هذا الجهب يعتبر من العدة نفسها وحي لا يبقى عليها ثلاثة أشهر وعشر أيام لا تعتبر أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة ما يقول ذلك الشهر من غير ذلك الشهر أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة بقوله تعالى والذي لا يتوفرون منكم وإلى أولا أجواج تربصنا ديوم فسي لنا أربعة أشهر وعشرة تدخل فيها بقية عدة الطلاق أربعة أشهر وعشرة أيام تدخل بها بقية عدة الطلاق جداكم الله وقيرة لأنها تقول لما يخابت حارة رياسة نعم ها كذا يقول ها كذا يقول حارة حارة أشهر وعشرة أيام ها كذا يقول وقي عليها حارة أشهر وعشرة أيام ودخل عني فيها أربعة أشهر وعشرة أيام لأن العدة من شخص الواحد إذن لا ليس هناك اعتداد بذلك الشهر الذي اعتدته هذا لما من عدة الطلاق لكن عدة الطلاق طرأت عليها البقية عشرة دخلت بقيتها فيها جزائكم الله خيرا وأحسن أيديكم اشتركوا في القناة